اشتركوا في القناة ونحن كنا وقفنا الحصة او المحاضرة اللي فاتت لحد تفسير الظاهرة الكهروضوئية النهاردة هنكمل ان شاء الله في المحاضرة التانية والاخيرة في الفصل ده وهتبدأ المحاضرة هنا بظاهرة اسمها ظاهرة كومتون وظاهرة كومتون ظاهرة اثبت فيها كومتون الطبيعة المزدوجة لكل من الفوتون والالكترون ولكن احنا طبعا مركزين على اثبات الطبيعة المزدوجة اولا للالكترون فكل اللي عملوا كومتون ان هو صلط شعاع من اشعة اكس اللي هي عالية الطاقة او اشعة جامع عالية الطاقة ترددها عالي جدا جدا على فوق الالكترون متحرك كلاهما متحرك ولكن علشان سرعة الفوتون سريع جدا ثلاثة فعشر وثمانية متر لكل سانية هيبدأ يصل الى الالكترون ثم يصطدم بالالكترون فيشتت كل منهما في اي اتجاه مش شرط اتجاه معين يعني احنا مش ملزمين بالاتجاهات اللي في الرسم ولكن شتت كل منهما الى اتجاه بس ايه اللي حصل اللي حصل ان هو لما هيسقط فوتون تردده عالي جدا يهو هيبدأ هنا يكون هنا هنا في الجزء ده الالكترون المتحرك بس الالكترون عنده بيل كمية حركة بتساوي mv وعنده طاقة حركة بنسميها كينيتك انرجي والكينيتك انرجي هتساوي نص mv تربية هنا هيسلط على الالكترون فوتون والفوتون في هذه الحالة هنقول ان الفوتون تقطع علي جدا يعني تردده عالي جدا جدا وفي هذه الحالة هيبقى طاقة الفوتون طاقة بتاعة الفوتون الساقط ايه بتساوي اتش في نيو وقلت ان التردد عالي جدا كمية حركة الفوتون في هذه الحالة بتساوي الام في السي اما يصطدم الاتنين مع بعض احنا هنلون الالكترون الالكترون هيشتت في هذا الاتجاه ولكن هتزيد سرعته وتصبح البيئل له بتساوي mv داش وطاقة حركته الكي ايه هتساوي نص mv داش سكورد اما الفوتون الفوتون هيشتت في الاتجاه الاخر في اي اتجاه اقولتي مش اتجاه معين فلما هيشتت الفوتون ايه اللي هيحصل هيقل لتردده لما يقل لتردده معناه تقل الطاقة وتصبح طاقة تساوي اتش نيو داش ويصبح كمية حركته mc لان الام هتتغير طبعا لانه حصل نقص فيه التردد طيب هنا نقول انه لما نقص تردد الفوتون يبقى نقص طاقته اذا يفق الطاقة زادت سرعة الالكترون اي انه اكتسب طاقة يبقى واحد فقط طاقة والتان اكتسب طاقة حسب قانون بقاء الطاقة او بقاء كمية الحركة يبقى طاقة الفوتون قبل التصادم زادت طاقة الالكترون قبل التصادم هيساوي ايضا مجموع طاقة الاثنين بعد التصادم طيب حيث ان الطاقة محفوظة طبقا لقانون حفظ الطاقة يبقى اذا الفوتون قسيم له كمية حركة اذا الالكترون قسيم له كمية حركة او كلاهما قسيمات لها طاقة حيث انه كلاهما قسيمات ولها طاقة يبقى كلاهما كتلة وله سرعة اذا الفوتون قسيم له كتلة وله سرعة ولكن يغلب على الالكترون الطبيعة الجسيمية فهنا كومتون قال أن الإلكترون جسيم في الأول له طبيعة موجية أما الفتون هو موجة لها طبيعة جسيمية يبقى هنا الفرق بين الاثنين أن في حالة الإلكترون تغلب الطبيعة الجسيمية على الطبيعة الموجية أما في حالة الفتون تغلب الطبيعة الموجية على الطبيعة الجسيمية وبكده أثبت كومتن ما أثبته بلا نكمة فيما قبل أن الفتونات تنباعث من الزرات على شكل كمات منفصلة وبذلك فهي جسيمات لها طبيعة موجية ده اللي أثبته كومتن في الظاهرة بتاعته النهار فهنا نقول إذا كون الإشاعي الكارومغناطيسي من فتونات أو جسيمات لما تصطدم بالإلكترونات حسب قانون بقاء كمية الحركة أو قانون بقاء الطاقة هيبقى مجموع الطاقة قبل التصادم أو مجموع الطاقة بعد التصادم إذن كلاهما له كتلة وله سرعة ولكن يغلب في حالة الفتون أنه الأول موجة وبعد ما يبقى موجة يبقى جسيم أي أنه موجة لها طبيعة جسيمية خواص بقاء الفتون بعد ما درسنا كل اللي فات كل الحاجات اللي إحنا سبقنا ودرسناه إذن لابد أن يكون إحنا عندنا خواص لي الفتون من أهم هذه الخواص تعالوا بقى نرتب الخواص إني لما هتكلم عن خواص الفتون أقول رقم واحد هتكلم عن خواص خواص الفتون ولما أقول خواص الفتون يعني مميزاته يعني خصائصه طيب إيه أول خاصية رقم واحد أنه كم طاقة كم طاقة حيث أنه كم طاقة إذن له طاقة وهذه الطاقة إيه بتساوي الإم تمام مش الإم نقول ها سوي له طاقة وهذه الطاقة الإيه هتساوي الإتش مضروبة في النمو يبقى رقم واحد هو كم طاقة رقم اثنين رقم اثنين له سرعة وهذه السرعة كمان من حيث أنه سرعة هينتشر في خطوط في خطوط مستقيمة بس سرعته تخضع لعلاقة مهمة جدا أن السرعة اسمها سي والسرعة تساوي لمضة في نيو أي أن له طول موجي يعني حركة موجية ويتزبزب بمعدل سابت اسمه نيو رقم ثلاثة له كتلة طيب الكتلة دي بقى هنجيبها منين أنا قاله عشان الكتلة بتاعة الفتون هنروح لمعادلة تسمى معادلة أينشتاين معادلة أينشتاين ومعادلة أينشتاين تربط دين حكتين تربط بين الطاقة وتربط بين الكتلة عشان كده بنسميها معادلة الكتلة والطاقة هذه المعادلة بتقول أن الإي تساوي الإيم في السي تربيع طيب إيه الإيم السي تربيع هي مربع سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ الإيم هي النقص الذي يحدث في الكتلة في حالة التفاعلات الإنشطارية النووية أو في حالة التفاعلات الاندماجية النووية أني لما تنشطر نواة كبيرة زي نواة اليورانيوم اللي 92 يورانيوم 238 بتنشطر إلى عنصرين أقل في الكتلة يعني لما أجمع كتلة العنصرين هلاقيها أقل من كتلة اليورانيوم وبكده هاخد النقص في الكتلة هتضربه في مربع سرعة الضوء وبكده طبعا لما أقول في مربع سرعة الضوء يعني هتضرب الكتلة الصغيرة مهما كانت في 9 في 10 أس 16 وبكده يبقى الطاقة ناتجة عن الكتلة مهما كانت صغيرة من التحول النوي هتبقى طاقة هائلة وده أقولنا المعادلة دي كانت أساس صناعة القنبلة الذرية على مستوى العالم وكانت فاتحة خير كما أنها فاتحة شر لأنها تسببت في صناعة القنابل الزرية أو قنابل الضمار الشام من هذه المعادلة اللي يهمنا أننا قلت أن الفتون جسيم له طاقة له كتلة له سرعة له كتلة وكانت رقم ثلاثة في حاجتنا وأقول حيث أن الفتون له كتلة طب ما هي كتلة الفتون أقول كتلة الفتون M هتساوي الإي من معادلة أينشتين على السي تربيع طيب ما أنت لسأ يلي أن الإي بتساوي الإتش مضروبة في النيون أقول لك يبقى إذن كتلة الفتون M هتساوي الإتش مضروبة في النيون مأسومة على السي تربيع يبقى أيضا له كتلة طب إيه كمان له كمية رقم أربع له كمية حركة وكمية الحركة في الفتون له كمية حركة هذه الكمية في الحركة تسمى البيل ونحن في أولى سنة ولو أنتم فاكرين من الدراسة بتاعتنا في الفيزياء كنا بنقول أن كمية الحركة لأي جسيم في الدنيا بتساوي حاصل ضرب كتلته في سرعته إذن كمية الحركة للفتون هتساوي كتلته اللي هي M في سرعته اللي هي السي طيب إحنا عندنا الام بتساوي إيه أنا عندي الام لسه أيلنها أن الام تساوي الاتش نيو مأسومة على السي تربيع إذن البيل هتساوي الام في السي شيل بقى الام وحط قيمتها يبقى بتساوي اتش نيو مأسومة على السي تربيع اضرب في السي شيل السي مع السي يبقى إذن البيل هتساوي نجيب من الأول قادي الام سي تساوي الاتش في النيو على سي شيل السي وحط قيمتها السي بتساوي لمضة نيو وشيل النيو مع النيو تبقى اتش مأسومة على لمضة ودي مجموعة العلاقات اللي منها منها يمكن استنتاج قيمة كمية الحركة للفتون يبقى احنا قلنا ان الفتون جسيم ماشي له طاقة ماشي وله سرعة ماشي له كتلة له كمية حركة يبقى دي اسمها خصائص الفتون ان احنا خدناه طبعا حيث ان هو له سرعة يبقى لغته الموجي ولغة تردد اكيد طبعا فهنا يصاحب دائما حزمة الفتونات لما نتكلم بقى عن خصائص الفتون هقول انني هحط للفتون نموذجين نموذج ماكروسكوبي ونموذج مايكروسكوبي وده بيقسم علم الفيزياء في اساسه الى دراسة ماكروسكوبية ودراسة ميكروسكوبية الدراسة يمكن ادركها بالعين بمعنى ان مثلا لو انا هعين درجة الحرارة هعينها اكيد بالترمومتر وهدأ اتخذ اجراءات من خلالها هعين درجة الحرارة بعين المجردة في النهاية بوسط الترمومتر هنظر اليها واشوفها هعين ضغط الغاز هعين حجم الغاز هعين سرعة سيارة ان السرعة بتسوي المسافة مأسومة على الزمن هئيس المسافة واشوف الزمن كل الحاجات دي مدركة بحواسنا الخمسة او ما سميها دراسة ماكروسكوبية لكن انا لما اجي احسب طاقة الحركة مثلا لفتون او طاقة الحركة الالكترون يستحيل ان انا اعرف اشوفها او ادركها بحواسي لكن هستنتجها نظريا اذا الشيء الذي لا يرى بالعين ولا يدرك بالحواس هسميه ماكروسكوبية فالفتون له نفس النموذجين نموذج ماكروسكوبي ونموذج ماكروسكوبي فهقول اني لما يتحرك شعاع الفتونات اسميه طيار فتوني هيكون مصحوب بمجالين احد المجالين كهرابي والاخر مغناطيسي وكل المجالين متعامدين على بعضهم البعض شدة المجال تقاس بسعة احدى الموجتين اما الفتون هنا في الحالة دي يسلك الفتون او طيار الفتون سلوك الحركة الموجية وبكده تبقى شدة الموجة هتتناسب مع شدة اما المجال الكهرابي او المجال المغناطيسي وعشان افهم يعني ايه نموذج ماكروسكوبي ونموذج ماكروسكوبي هقولك اتخيل معي انا لسه ايلين دلوقتي ان الفتون كم من الطاقة فهنا قلنا ان الفتون كم من الطاقة على شكل كرة طيب لها نصف قطر هرمز لنصف القطر بالرمز لمضة واقول يبقى هو عبارة عن كم من الطاقة على شكل كرة نصف قطرها لمضة ويتزبزب بمعدل يبقى معدل التزبزب بتاعه هو اللي بيساوي نيو فلما هضرب النيو في اللمضة هتديني السرعة اللي هي السي هتساوي النيو مضروبة في اللمضة بالمتر لكل سنة اذا الكلام بيقول ايه بيقول ان احنا عندنا فتونات كتير يعني انا لما اخد فتون احمر فتون برتقالي فتون اخضر ازرق لحد ما وصل فتون الفيولت اللي هو البنفسيجي هلاقي ان الفتون الاحمر طوله الموج الكبير يبقى فتونات الضوء الاحمر كبيرة ويبدأ حجم الفتونات يقل كلما زاد التردد فانا لو جيت اسقطت الفتونات دي كلها على مستوى او على سطح فالسطح بيبقى مكون للمادة من جزيئات جزيئات المادة متساوية في الحجم والكتلة وكل حاجة لانها مادة واحدة من نوع واحد فهنا هنقول عندما تسقط الفتونات هنا فلما يسقط الفتون اللي لمده بتاعته اكبر من المسافة البينية هذا الفتون ينعكس اما اقول هذا نموذج ماكروسكوبي اما فيه فتونات اذا سقطت هذه الفتونات هذا الفتون يمر داخل المادة يحدث له عملية الحيود داخل المادة وامقول عندما يستطيع الفتون المرور خلال الجزيئات او المسافات البينية لجزيئات المادة يطبق عليه النموذج الميكروسكوبي وعليه يبقى النموذجين النموذج الميكروسكوبي والنموذج الميكروسكوبي كلاهما متلازمين يعني موجودين مع بعض فالجزء اللي هينفذ ينطبق عليه اللي ينفذ ينطبق عليه الادراسة الميكروسكوبية واللي ينعكس لان العاقق العاقق اكبر منه نقوم نقول عليه نموذج ميكروسكوبي ويبقى انا عندي نموذج ميكروسكوبي ونموذج ميكروسكوبي من الكلام اللي احنا قلناه يبقى احنا هنقول ان احنا هنبدأ ندرس علاقة همة جدا جدا من الدراسات اللي احنا فهمناها بس قبل ما اقولك اقولك ان لو احنا تكلمنا عن الفتون والالكترون هقولك ان فيه حال التماسل في حياتنا يعني الفتون جسيم بس يغلب عليه الطبيعة الموجية والالكترون جسيم بس يغلب عليه الطبيعة الجسيمية فلما اخذ حركة الفتون هلا أن الموجة المصاحبة للفتون بتحمل الخواص الموجية أما الفتون نفسه هيحمل كتلته وكمية حركته وسرعته يعبر عنها فلما ياخد بقى الإلكترون هقول برضو الموجة الإلكترونية تعبر عن الطبيعة الموجية للحركة أما الإلكترون نفسه هيعبر عن طبيعة الإلكترون عن كتلة الإلكترون عن شحنة الإلكترون عن الحركة المغزلية للإلكترون فهنا بدأ عالم هام جدا كان هذا العالم أساس في تقدم علم رهيب هذا العالم يسمى دي براولي عمل علاقة تربط بين الطول الموج وكمية الحركة للفتون استنتجها إزاي يستنتج هذه العلاقة استنتجها إن هو بدأ يقول دي براولي ودي براولي قال إيه؟ قال إني كنية الحركة للفتون اللي إحنا لسه قيلين شوية بيقل بتساوي الإم مضروبة في السي وهنا قلنا أن إحنا عندنا الإم بتساوي الإتش نيو على السي تربيع فيبقى البيقل هتساوي الإتش نيو على سي تربيع مضروبة في سي شيل السي مع التربيع يبقى إذن البيقل هتساوي الإتش في نيو على سي شيل السي وأقول تساوي إتش في نيو على نيو مضروبة في لمضة وشيل النيو مع النيو ويبقى إحنا وصلنا أن البيقل اللي هي كمية الحركة للفتون هتساوي الإتش مقسومة على لمضة تعالى نجيب لمضة هنا وأقول له يبقى لمضة تساوي الإتش مقسومة على البيقل هنا قال إيه قال أني الطول الموجي المصاحب للجسيم هي تناسب تناسبا عكسيا مع كمية الحركة وأن هذه العلاقة يمكن تطبقها على كل الجسيمات المتماثلة في حياتنا منها الإلكترون ومنها الفتون تعالى بقى نطبق كده معادلة ديبراولي على الإلكترون وهقول إن إحنا اتفقنا أن معادلة ديبراولي ممكن تطبق على أي جسيم طيب معادلة ديبراولي هنقول إن لمضة هتساوي الإتش مقسومة على الإم في الفي معنى الكلام إن لما أزود سرعة الإلكترون هيقل الطول الموجي طيب هنجيب فتيل هذا الفتيل إلا هوصله إلى بطارية منخفضة الجهد في حدود 6 فولت تسخن كاسود من السيزيوم أحط على بعد منها مسعد ووصل بين المسعد والكاسود أو المهبة البطارية عالية الجهد فهنا هتعجل الإلكترونات الفتيل هيسخن يسخن الكاسود الكاسود يبعث الإلكترونات الإلكترونات هتعجل ما بين الكاسود والآنود مكتسبة طاقة حركة هذه الطاقة اللي هي طاقة الحركة اللي هي بتساوي إي في بتساوي نص إم في تربيع بس لاحظ إن الفي هنا هي سرعة الإلكترون أما الفي هنا هي فرق الجهد فأنا كل ما زود فرق الجهد هيتزداد سرعة الإلكترون ولما تزيد سرعة الإلكترون هيقل الطول الموجه ثم تقول لي إيه اللي أنا مستفيده من هذا الأمر هقول لك هستفيد شيء هام جدا 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 إيه هو الشيء ده إنني هستخدم الإلكترون أو الموجة الإلكترونية في نفس الاستخدامات التي تستخدم فيها الموجة الضوئية طيب إحنا هنستخدمها في إيه أقول لك في تكبير الأجسام الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة فهنا نقول إن طبعا الميكروسكوب الضوئي له حدود فأنا هتكلم دلوقتي عن حدود الميكروسكوب الضوئي في الاستخدام أقول لك إن الميكروسكوب الميكروسكوب الضوئي إيه حدوده؟ أقول لك حدوده إنه مرتبط ابتداء من 400 نانو حتى يصل إلى 700 نانو ده الضوء المرئي اللي هو بيبدأ بالضوء الأحمر حتى ينتهي بالضوء البنفسيجي وبناء عليه شرط التكبير أن يكون طول الجسم المراد تكبيره أكبر من طول موجة الضوء اللي إحنا هنستخدمها إذن لو أنا عايز أكبر أي جسم لابد أن يكون الجسم المراد تكبيره أكبر من 400 نانو يعني جسم زي البكتيريا مثلا أكبره بواسطة الميكروسكوب الضوء لكن لو خدت الفيروس اللي طوله أقل من 400 مثلا 200 نانو فهنا أقول لا يستخدم الميكروسكوب الضوء في تكبير الفيروسات علل أقول له لأن طول الفيروس أقل من أقل طول موجة للضوء المرئي المستخدم في الميكروسكوب الضوء طيب ممكن أستخدم البقاء الميكروسكوب الإيه؟ أستخدم الميكروسكوب الإلكتروني أو ما أقول لك ليه؟ أقول لك أن لو أنا عندي مثلا الفيروس اللي طوله 200 نانو هبدأ أزود فرق الجهد اللي بيعرض له الشعاع الإلكتروني وكل ما هرفع فرق الجهد هيقل الطول الموجة حتى يصبح الطول الموجة المصاحب لشعاع الإلكترونات خليك فاكر أن إحنا ما بنتكلمش عن الإلكترون في الحالة دي أنا بتكلم عن الحركة الموجية المصاحبة للإلكترون لأن الحركة الموجية المصاحبة للإلكترون هي التي ستستخدم في تكبير الجسيمان فأنا لما هبدأ أرفع فرق الجهد هيقل الطول الموجة حتى يصبح الطول الموجة للحركة الموجية المصاحبة للإلكترون أقل من الجسم المراد تكبيره وهنا يستخدم في تكبير الجسم المراد تكبيره فنقول بقى هنا هستخدم حاجة بيسموها الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الإلكتروني هنقول أن هنا يستخدم فيما يستخدم الميكروسكوب الإلكتروني هقول يستخدم في تكبير الأجسام الصغيرة جدا التي طولها أقل من أقل طول موجة للضوء المرأ ما هي نظرية عمل الميكروسكوب الإلكتروني؟ هقول نظرية عمل الميكروسكوب الإلكتروني أنه يبنى عمله على حكتين رقم واحد الطبيعة المزدوجة للإلكترون أن الإلكترون جسيم له طبيعة موجية طب أدي خاصية الخاصية الثانية هي معلد دي براولي اللي بتقول أن لندة بتتناسب عكسيا مع كمية الحركة أو مع السرعة فكلما زادت سرعة الإلكتروني أقل الطول الموجة حتى يتحقق شرط التكبير وبذلك يستخدم في تكبير الأجسام الصغيرة التي لا يمكن للميكروسكوب الضوئي تكبيرها دي شكرا وبس ده كل ما يقل الطول الموجي هيزيد حجم الصورة المكبرة بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني ولما يزيد حجمها نقدر نستخدم الميكروسكوب الإلكتروني في التحليل الداخلي لمكونات المادة بمعنى أنني ممكن أكبر الخلية خلية جسم الإنسان وأقدر أكبرها لحد ما تظهر مكوناتها الداخلية وأقدر أدرسها وأدرس الحمض الدين الموجود داخل الخلية وأدرس كل مكوناته عن طريق الميكروسكوب الإلكتروني بس عايزك تفهم أن فيش فروق ما بين الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الإلكتروني أن الميكروسكوب الإلكتروني هيستخدم أشعة ضوئية طولها محصور ما بين 400 و700 الميكروسكوب الإلكتروني هيستخدم أشعة إلكترونية من الإلكترونات طيب الميكروسكوب الضوئي لما يستخدم أشعة ضوئية هقدر أحرف الأشعة الضوئية بواسطة عدسات ضوئية عدسات زجاجية لامة أو مفرقة بس في الميكروسكوب الضوئي إحنا بنستخدم عدسات محدبة أو مجمعة للأشعة أو لامة في حالة الميكروسكوب الإلكتروني مش هينفع استخدم أشعة عدسات ضوئية فهنستخدم إما ملفات مغناطيسية وإما ألواح تعمل مجال كهربي وعشان أقولك الكلام ده هقولك أن إحنا في حالة العدسة ضوئية فلما بيبقى عندي عدسة ضوئية عدسة لامة بالشكل ده كده هسقط عليها أشعة ضوئية متوازية بالشكل ده النقطة اللي في نص العدسة بتسمى المركز البصري العدسة أو المحور البصري فالشعاع الساقط مرا بالمركز لا يعاني انكسار أما أي شعاع آخر هيسقط مقتربا من المحور البصري ده وتبدأ تتجمع الأشعة في نقطة هذه النقطة كنا بنسميها البقرة ده في تجميع الأشعة الضوئية طيب أما الأشعة الإلكترونية يعني أنا لو عندي أشعة إلكترونية بالشكل ده قلنا الإلكترونية تحمل شحنة سالبة وبناء علي لو أنا حطيت هنا لوح وحملت اللوح ده بجهد سالب وحطيت هنا لوح وحملت اللوح ده أيضا بجهد سالب هلاحظ أن الإلكترونات اللي في المنتصف تؤثر عليها قواتين متساويتين في المقدار هنا يمر الشعع ده على خط مستقيم أما الشعع اللي فوق هيتنافر مع اللوح العلوي ويبدأ يتحرك بحيث تتجمع الإلكترونات أيضا في بقرة العدسة اللي بالشكل ده يسموها عدسة إلكترونية كهربية لكن لو أنا استخدمت ملفات بس بشرط أستخدم ملف مثلا يحدث فرق هنا قطب شمالي فوق هنا كده ويبقى القطبين الشماليين متقابلين أيضا هتقوم هذه الأقطاب بتجميع الإلكترونات في نقطة وتسمى العدسة في هذه الحالة عدسة إلكترونية مغناطسية وهنا نقول إنني هحرف الأشعة في حالة الميكروسكوب الإلكتروني بوسطة عدسات إلكترونية إما كهربية وإما مغناطسية بس تميز العدسات المغناطسية عن العدسات الكهربية في إيه؟ في أن العدسة المغناطسية لما بتبدأ أنت تمرر عليها الأشعة قلنا العدسة المغناطسية والعدسة الكهربية هذه الكهربية وآدي المغناطسية المغناطسية تمتاز إنني لما أسقط عليها أشعة بالشكل ده تجمع الأشعة كلها في بقرة واحدة وبذلك يزداد تركيز الأشعة في نقطة لكن العدسة الكهربية لما أسقط عليها الأشعة ممكن جزء من الأشعة يجمع في بقرة والجزء اللي بعد يجمع في بقرة وهكذا يبقى أني عندي أكتر من بقرة لتجميع الأشعة وهنا تكون الصورة المتكونة صورة غير مركزة مش معمول لها فوكس يعني ما أقدرش أشوف دقائقها بالتفصيل لذلك تفضل العدسات المغناطسية على العدسات الكهربية لأنها تعطي قوة تركيز عالية درقم واحد وتعطي صورة أكثر إضاحة وبكذا يبقى احنا هنوصل إنني أرسم مصاري الضوء في كلا الميكروسكوبين الضوئي والإلكتروني مصاري الأشعة في حالة الميكروسكوب الضوئي كل اللي أنا عايزه منك إن أنت الأول هترسم الأشعة ثلاث أشعة ساقطين من مصدر الضوء بعدين تحط العدسة المحدبة أهي العدسة دي هتقوم بتجميع الأشعة في نقطة كده بالشكل ده عند النقطة هحط الجسم المراد تكبيره تحتها وقريب من الجسم خليك فاكر هحط عدسة محدبة تمثل العدسة الشيئية هذه العدسة هتحط النقطة في منتصف العدسة وتبدأ تاخد شعاع من هنا وتاخد شعاع من هنا يقوم يكون الصورة الأولى للجسم مقلوبة قريب منها هتحط العدسة التالتة وهذه العدسة التالتة تسمى عدسة عينية هذه العدسة هتحط نقطة في منتصفها وتاخد شعاع من هنا وتاخد شعاع من هنا وبكده يبقى دي الصورة النهائية للجسم اللي احنا عايزينه أما الميكروسكوب بقى الإلكتروني في حالة الميكروسكوب الإلكتروني انت محتاج الأول رقم واحد مصدر للإلكترونيات مش مصدر للضوء يبقى فتيل ثم كسود ثم مسعد هنا وبكده يبقى ده مصدر الإلكترونيات فمعلش بقى الألم ما هو الشغل فهنقول الكلام على اللوحة عندنا فاللوحة زي ما انت شايفها فيها ملفات تكافئ نفس العدسات ففيه ملف تكسيف وفيه ملف شيئية وفيه ملف عينية والمصارات ممكن تبقى موضع سؤال السنة دي لانه يمكن يجي يقول لي ايه بالرسم والبيانات فقط وضح مصار الأشعة في الميكروسكوب الإلكتروني وهنا تبقى فاهم ان الأشعة تنحرف عن طريق ملفات مغناطيسية عشان دي هتبقى متوقفة على الشحنة وتتجمع الأشعة في نقطة احط عندها الجسم المراد تكبيره ولكن الميكروسكوب الإلكتروني يتميز بأن له قدرة عالية جدا على تحليل الصورة وتحليل مكوناتها وهنا نقول ان الصورة النهائية في حالة الميكروسكوب الإلكتروني صورة بتكبر تقريبا مئة ألف مرة أما الصورة في حالة الميكروسكوب الضوئي بتكبر فقط ألفين مرة وهنا تبقى الصورة اللي في حالة الميكروسكوب الضوئي يمكن استقبالها على حائل وتصورها بواسطة كاميرا من خلال الميكروسكوب نفسه أما الصورة في حالة الميكروسكوب الإلكتروني فدي طبعا بتبقى صورة إلكترونية تسخط على شبكة شاشة أنبوبة أشعة الكاسول فتتكون صورة الجسم المرد تكبيره على الشاشة وأقدر أشوفها على الشاشة سواء في الكمبيوتر أو سواء في الشاشة نفسها وفيه النهاردة أنواع من الميكروسكوبات هي صغيرة أويئة بس بتتوصل على الكمبيوتر عن طريق برامج وتقدر تستخدمه في تجبير جميع الأجسام من خلال فرق الجهد اللي انت تغيره وكل ما تغيره تزيد القدرة على التحليل اللي بعد كده الدرس الأخير في الفصل بتاعنا بيسموه فيزياء الكم أو ميكانيكا الكم وميكانيكا الكم عمل فرضها العالم شرودينجر وشرودينجر إحنا مش هنقول كلام جديد الكلام إحنا قلناه كذا مرة في الخلال المحاضرة الأولى إن الزرة فيها نواة مجاب حولها مستويات طاقة هذه المستويات الطاقة مكممة يعني كل مستوى له كم محدد من الطاقة لذلك لا يمكن لأي إلكترون أن يعيش إلا في مستوى الطاقة المحدد حسب كم الطاقة اللي معاه وبناء عليه لو كل إلكترون بيدور حول النواة في مستوى الطاقة المحدد له فستبقى الزرة في حالة استقرار وتسمى زرة مستقرة يبقى طالما أن كل إلكترون في مستواه الأصلي فإن الزرة مستقرة طيب إذا اكتسبت الزرة طاقة عن طريق سقوط فتون طاقة مكممة فإن الفتون يتحول إلى طاقة يمتصها الإلكترون الذي اصطدم بالفتون فيكتسب الطاقة ويصبح عنده كم طاقة يساوي الفرق بين المستويين فينتقل الإلكترون من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى وتسمى هذه العملية بعملية الإصارة الضوئية الإصارة الضوئية لما تنتقل الزرة المستوى الأعلى الزرة المستوى الزرة غير مستقرة ما تعيش في المستوى الأعلى فترة زمنية طويلة الفترة الزمنية بتبدأ من العشر سالب تمانية سنية بعدها لابد أن تعود الزر لحالة الاستقرار وتسمى بحالة الاسترخاء يعني الزر تفقد الطاقة التي اكتسبتها عند صعودها إلى أعلى ويعود الإلكترون مرة أخرى إلى مستواه الأصلي ويفقد كم الطاقة على هيئة إشعاع كهرومغناطيسي انتقال الزر عملية الاسترخاء وعملية الإصارة في أي غاز أو في أي مدة معرضة لسخوت الضوء عليها أو الطاقة هذه عمليتان متلازمتان يعني فيه زرات بتطلع وفيه زرات بتنزل وممكن يوصلوا لحالة اتزان يعني عدد الزرات الصاعدة إلى أعلى أو المصارى بسوى عدد الزرات الهابطة لأسفل أو الزرات المسترخة وتسمى اتزان إلكتروني أو اتزان حراري فهنا لما تصبح الزرة هكذا نقول حالة اتزان طيب الافرد من الزرة اللي سقط عليها الفتون سقط عليها فتون طاقته عالية جدا من أشعة جامة أو أشعة إكس يبقى أشعة عالية جدا يبقى كم الطاقة اللي محمل للفتون اللي هيتحول إلى طاقة عند الصدامه بالإلكترون كم هائل جدا من الطاقة عندها يكتسب الفتون هذا الكم من الطاقة سوم اسمه الإلكترون يكتسب هذا الكم من الطاقة وينزع نزعا كاملا من الزرة وتسمى عملية تأيّن ولكن تأيّن ضوئي يبقى عند سقوط فتون عالي الطاقة يكفي لنزع الإلكترون من الزرة ينزع نزعا كاملا وتسمى زرة متأيّنة وعملية قلنا العمليات دي بتسمى أو الفروض دي بتسمى فروض ميكانيكا الكامل للعالم شرودينجر آخر جزء معانا هو ميكانيكا الكامل وميكانيكا الكامل آخر جزء معانا فيه ميكانيكا الكامل اسمه دلة الاحتمال ودلة الاحتمال بيسموها إبصاي بس عليها تربيع وحيث أن عليها تربيع تبقى هي دلة دائما قيمتها موجبة بمعنى أن تربيع السالب أيضا موجب فنقول أن دلة الاحتمال هي دلة دائما موجبة لأنها اسمها إبصاي تربيع وهذه الدلة بتوضح احتمال الالكترون حول النواة وأنا نفسي إن أنا حاول أشرح لكم على الكي بورد بس ما عرفش هنشوف مع بعض أهو إن إحنا نقول إن دلة الاحتمال هنا بتقول إيه بتقول إن لو أنا عندي آدي النواة اللي بتحمل شو حنا مجابة أهو ثم آدي مستوى الطاقة ومستوى الطاقة ليس مصار ولكنه مستوى يعني فراغ كامل حول النواة فهنا بيقول حسب دلة الاحتمال اللي هي الإبصاي التربيع لو الإلكترون وجد هنا كده بيبقى متعرض لقوتين قوة طرد مركزي وقوة جذب النواة إلى الداخل فلما بيبقى الإلكترون بعيد بتبقى قوة الجذب أكبر من قوة الطرد وبناء عليه هيبدأ يدور الإلكترون في مداره مقتربا من النواة كلما اقترب من النواة تبدأ سرعته تزيد فتبدأ قوة الطرد المركزي تبقى أكبر من قوة الجذب المركزي فيبدأ يرجع تاني يبعد عن النواة كلما ابتعد قلت قوة الطرد المركزي فتصبح قوة الجذب أكبر فيقترب من النواة وبكده لا يمكن للإلكترون اقترابه من النواة حتى يسقط عليها وتتحطم الزرة لأن عند اقترابه هتبقى قوة الطرد أكبر من قوة الجذب وبذلك يبقى احتمال وجود الإلكترون عند النواة يساوي صف لما يخرج الإلكترون بعيد هنا في المنطقة دي هتبقى قوة الجذب أكبر من قوة الطرد فاحتمال خروج الإلكترون برى النواة المستقرة أو الزرة المستقرة أيضا يساوي صف وبناء عليه يوجد دائما الإلكترون داخل المستوى بشكل أساسي وفي حالة استقرار من الزرة دائما وبكده تبقى الزرة دائما في حالة استقرار ويبقى الإلكترون محبوس داخل مستوى طالما أن الزرة لم تكتسب طاقة تؤدي إلى تأيونها أو تؤدي إلى إصارتها والكلام ده طبعا بيطبق فيه على الجسيمات اللي موجودة في حي صديق زي الزرة أما لما جاء أطبق بقى الكلام ده على الشمس والأرض والأمر والحاجات دي فما ينفعش أطبق فروض شردينجر إنما هطبق فروض نيوتن اللي هي فيزيو نيوتن وإحنا قلنا أن الفيزيو أساسا إما فيزيو كلاسيكية وتسمى فيزيو نيوتن أو فيزيو حديثة وتسمى الفيزيو إما بقى حسب فروض شردينجر اللي هي نظرية الكام ونظرية النسبية والإلكترونيات والإلكترونيات الحديثة والاتصالات الحديثة وهكذا والنهاردة نختم معاكم إن شاء الله ونوعيدكم بقى بمحاضرة إن شاء الله فيها مسائل الفصل كامل بس ما أخذ كمان معايا الأطياف الزرية على أساس تبقى محاضرة وحدة لمسائل الفصلين مع بعض إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة